بالمحافة ضربنا سنن تعالى بالفضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل ظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرات وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مسنى وثلاثة رباع يزيد في الخلق ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد والد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأسكى التسليم ورد الله من عشرة المبشرين أبي بكر المعمر وعثمان وعليم وطلحة والزبير وسعد بن سعيد عبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومرحبا بكم جميعا هناك بعض تكملة لحديث رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل منه إلى كسرة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال في كتاب للحافظ أبو عبيد القاسم ابن سلام أو ابن سلام اسمه كتاب الأموال الحافظ أبو عبيد قال وكذلك أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من مرسل عمير بن إسحاق قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرة وقيصر فأما كسرة فلما قرأ الكتاب مزقه وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء فيمزقون وأما هؤلاء فستكون لهم بقية فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اللي مزق سيمزق وأما اللي مزق ستكون لهم بقية ما قلش عيبقى على طول ليه لأنه لسه كفار لكن لو كانوا مسلمين لبقوا إلى يوم الدين لكن لما كانوا كفار وعظموا الكتاب كانت لهم بقية قعدوا فترة طويلة فيهم مستريحين يعني ويؤيده ما روية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جواب كسر قال مزق الله ملكه ولما جاءه جواب هرق قال ثبت الله ملكه ده كل هذا كل هذا يدل على الاهتمام بتعظيم الحرمات مديا ده غير المعنويا كتاب مصحب كتاب حديث كتاب تفسير يعظم حتى العلماء قالوا في وضع الكتب نفسها تعظم كتب الحديث فوق الفقه وكتب التفسير فوق الحديث والمصحب الشريف فوق ومن أعجب ما قرأت أن الصحابة رضو الله عليهم كلهم كانوا المصاحف اللي كتبت أيامهم كانوا يعليقونها في الصقف زي النجفة كده تعلق تعلق وفي عدة حديث سدولوا على ذلك في حديث رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحب غير أبو داود السجستاني فيه أبو داود طالسي ساحب مسند ساحب المسند مسند أبو داود طالسي وفيه أبو داود السجستاني ساحب سنن أبو داود اللي هي في كتب الست وفيه ابن أبي داود قال ابن حجر وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن خلي بقى من كلمة المعلقة اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة المعلقةإذن كلمة المعلقة مرتبطة بالمصاحف المصحف مكانه فين زمه ل virginia نقول انا احط الكتاب ده فين قوله فى المكتبة احط القلم ده فين اقوله فى المقلامة احط الكوب ده فين اقوله حطه فى المطبخ احط المصحف فين اعلقه انا مش بفرض انا مش بفرض وبقول حرام ان يتحط على المكتبة أنا مش بقول حرام ولا بقول إنه هو حرام إن إحنا نحطه على المكتب لكن بأبين لك كيف كان تعظيم المصحفي في العهد الأول لازم أصلك هذا الكلام لأن وصلنا لدرجة رهيبة وصلنا لدرجة والله يا إخواننا يا أهل الخير يا أهل الإسلام والله العظيم والله العظيم الذي استوى على عرشه من فوق سبع سماوات طلبة العلم بيعملوا في المصحف حاجات لا أستطيعوا أن أحكيها أخاف على نفسي يخش علي يبقى شكلها مش كويس قدام الناس عشان تعرف بس إحنا وصلنا لإيه وما تقولش أنتم تشددين إحنا بس بنجيب العهد الأول بنجيب نطلع الأحديث اللي ما عاش عارفينها ربما يكونوا الطالب مش عارفة هنعمل إيه ربما لأن طالب العلم دلوقتي غير أيامنا وإحنا أيامنا غير أيام اللي قابلنا دلوقتي طلب علم أخير أيام نادر ما تلاقي طلب علم حفظ القرآن نادر إن الله ونجعون إن الله ونجعون نادر ما تلاقي طلب حتى في الأزهر نادر ما تلاقي طلب حفظ القرآن نادر حفظ حتة مش مراجح حتة مع لش أنا حفظ مقرر أولى لا حتة من المقرر الثانية لا حتة من المقرر الثالثة لا حفظ المقرر ربعة بس طب اقرأ يا ابني من مقرر اقرأ ابني مقرر ربعة عايز نجيب له من أول الإربع وبالكده يقف وحاجة إن لله وإن إله راجعون إن لله وإن إله راجعون اللهم أجرنا بصفةهم المدرسة في المعهد الإعدادي بالدرسة الطالب مش عارفة تقرأ صح الولد بيقول لي يا أبي بتقرأ القرآن غلط وإحنا اللي بنصحح لها التلامزة اللي متعلمين في المسجد بصحة القابلة مش عارفة تقرأ صح إن الله ونرجعون بس احنا بنحاول نلم على قد ما نقدر لكن الحكاة لأحاول قطل باللازة بالنبس صلى الله عليه وإنه يرفع العلم وانزل القابلة بتقرأ مش عارفة تقرأ صح يعني مش عارفة تعرفش تقول لي كلا ليونبزنا في الحطمة في SJU فيبداي العين احنا معلمين في المسجد بيقول trimmed مش ليونبزنا ليونبزنا تقول لي أنا كنت بإختبركم يا أولاد أنا كنت بإختبركم تختبركم في قرآن نغلط في قرآن شأن نغلط فتغلط تاني يقول لي وإيغلطة يقول لي أنا كنت بمشوفكم بس تعرفين ولا هو ده ما الكلام يعني حتى ما فيه الصدق بشقول انا انا اسفة اروح اتعلم انه لله وان انا ارجعه ودلوقت ممكن تلاعب واحد اللي بيأزن بيأزن غلط واللي بيقرأ في الصلاة بيقرأ غلط مش حافظين في الصلاة بس يقوله ولا تضالين امين هو ما يعرفش بس اللي يخطف امين ويضيع السنة هو اللي حفظه من الاحكام لكن لا اظهار ولا اضغام الا من رحم الله الا من رحم الله يبقى بيقول الحق ما الحق واندرك بالحق ما تقوليش كده تقولي بالاش يشده هي هي نزد كده لازم الحق ما الحق وما ادرك يا جوز فيها الوجهان وما ادرك وما ادرك ما الحق اسمه مد لازم كلمة مثقة تقولي يا مولانا ما تشدش ده هو يا هو نزل كده والنبي صحيح قال يا ام القوم اقرأوا من الكتاب اللي عشان عارف نصلي الواحد بوقف ارا واحد باش عارف يقرأ ما بيخشعش بيزعل والله بيتعقر اللي عارف اللي عارف بيزعل زي اللي يقرأ غلط اللي بيقرأ النحو غلط اما يقرأ النحو غلط ويكتب غلط بتبصت اللي بيسمع مش مش قادر كان زمانا بيسمعه للخطيب على المنبر يغلط مرة في اللغة العربية اللي قاعد يدوس على اسنانه وبعد كده يدوس اكتر وبعد كده ما يقدرش يروح بتكلم معاه يقوله يا اخي اتقل لا لخد يعني ايه تغلط عندوك ان اللغة العربية حاجة كبيرة حاجة كبيرة اما بيقول له ابدأ ابدأ يا ابني بيدك ورجلاك فبيقول لجنبه ده هذا علم قد ذهب اهله قال هذا علم اللي ما يجعل له اهلا اصلا في حاجة اسمع بيدك ورجلاك ابدأ بيدك ورجلاك ابدأ بيدك ورجلاك ما وهكذا فلازم لازم نخلي بالنا عشان ما بقاش حاجة خالص كده خالص خالص نمسك في الباقي نمسك في الباقي يعني حتى القراءة حتى القراءة تعظيم المصحف القراءة فيش لا لا عارف يقرأ ولا حتى تعطب عظم يا ابن المصحف تبس للمصحف طالب بطلعهم نجيبه مطلعهم نجيبه الشمال تحت اللي هو عند الفاخد ده ومبلول والورق متبهدل ده كلام اقرأوا القرآن عاجز اجيب الحديث عرام الكتاب انا قلت لكم كده عاجز ارام الكتاب برضو تاني اقرأوا القرآن وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّاقَةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ اقرأوا القرآن وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّاقَةُ أهو عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّاقَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ زكراه الحافظ ابن حجر في الفتح كتاب فضائل القرآن الكريم باب القراءة عن ظهر قلب جزء الثامن صفحة 709 فقال وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة إسناد صحيح الحافظ من الصحاحة هو سيدنا نفس يقول كده وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ مَعَذِي الْمَصَاحِفِ الْمَعَلَّاقَةَ كَيْنُّ بِيَلَمَّحْ لِنَا أَمْ يُبْقَى فِي مَصَاحِفِ نَعَلَّاقْهَا بس هنبننقل بس عشان نصحى المفاهيم ده الواحد ده أما بيكون عنده محفظة فيها فلوس وليها معاي اللي يباهد للداني إيه إزا خدها الزي دي جابها من إيه ولو لقى مع المصحف يقول له عيب يا دودو عيب يا يابودو عيب يا يمادى المصحف ياب ويسيبه معاه ياب يشففه الواد المسكن والواد بيأطع من المصحف ويعود ويتحاكه الله أكبر إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الأمة ما يقوله عليهم متشددين صوّوا برامنا وعلى الصلاة يقول لا تقنقم أزيل مصاحف المعلقة فإن الله العزيزي قرار بنوع القرآن وعن واسلة ابن الأسقع برضو حديث فأبو داود بقى مش ابن أبو داود فأبو داود وسكت عنه قال دخلنا على واسلة فقلنا له حدثنا حديثا لا تزيد فيه ولا تنقص فغضر فقال وكيف أحدثكم حديثا لا أزيد فيه ولا أنقص وإن هذه المصاحف المعلقة لنزيد فيها وننقص برضو قال للمعلقة ده حديث موقوف على الصحابة على واسلة التاني مرفوع لسيدنا مرفوع النبي صصام اللي قال وهو صحيح دا واسلة بيقول إيه يعني حاجة معروفة عن دمه تقوله إزاي أحدثكم حديث ما أحدثكم على أنقص أنا لازم نزيد وننقص يعني عفوا يعني يعني نزيد وننقص خطأ ممكن نزيد كلمة أنا أقص كلمة المصاحف نفسها المعلقة أما نيجي نقرأ ممكن مثلا نقول إيه نزود نقول به وهي ما فيهاش به ده في الآية التانية وهكذا نزود خطأ يعني عفوا مش عمدا نخطأ فيه فورد الشاهد من هذا الحديث أن المصاحف كانت أيامه الصحابة الله عليهم كانت تعلق كما يعلق المصباح لحرمتها نزلت بحرمة نزلت بحرمة لازم نخلي بنا من حرمة المصاحف دي حاجة كبيرة جدا وجزى الله خيرا من علمونا ذلك يعني الحمد لله نشأنا زمان نلاقي المرأة العجوز والرجل الكبير أمهاتنا وأجدادنا وجراننا وبشيخنا يقبلوا المصاحف يقول إيه خلي بالك بالمصحف ارفع المصحف فنشأنا على كده ولأنها موجودة في الكتب دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله كترت المصاحف جدا وطبعا ما كانش لا يمكن هذا قربة إنما أصبحت مهانة بكسرة كسرة المصاحف تلاقي الناس مثلا في المطار أخدينها دي مصاحف المصحف مرمع على الأرض وفوق الشنطة وتقطع ومسكو من الشمال ويدخل بيه عند الميضة يسيبه لا لا بس من بين لنهتم بهذا الأمر الشديد الذي ينبغي أن نفطنا إليه وإلا شوف الكسرة ما مزق الرسالة إزاي النبع صلام غضب عليه فالمصاحف احنا بنمزقها طبعا طبعا احسن مش عمدا وعفوا لكن لا اشمعنا مش عفوا الفلوس بتاعك تنميش في البيت لما لم ترمى دراهمك ودناريلك وأموالك في البيت وتقول يا ابن خلي بالك من المية جنيه دي حتى تقطع يا ابن الله يهديك خد من أخوك الزغير المتين جنيه دي ليه ما بيحصلش كده لا ما شاء الله الأموال تليها دايما مخفية دايما معلبة دايما مغلق عليها دايما في الأزرف وفي الأساتك اشمعنا لأن الحب المال فاقة حب فاقة حب الأشياء العظيمة اللي عندنا تلاقي لا لا يقولك لا لا هارمي فلوسي وتلاقي الحاجات دي لا 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 كان زمان حتى الإنسان ما يشيل المصحف يحطه هنا في الجيب الكبير دلوقتي الجيب الكبير خلاص ما بيستحملش اتحط يصل يحطه في الجيب ده لا ما شيلوش بقى ما شيلوش ما شيلوش لا خلاص خليه في البيت تقول له أقرأ منه اقرأ من سرك يا أخي اقرأ عن ظهر قلب حتى الإيمان بخارع كده باب القراءة عن ظهر قلب يعني فضله يعني احب الحفظ ما شاء الله على إيمان باب القراءة عن ظهر قلب وذكر بقى حديث المرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصوب النظر ثم سكت فقال رجل إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها فقال صلى الله عليه وسلم ما معك التمس قال ليس معي شي قال معي التمس قال معي إزاري قال ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شي وإن لبسته لم يكن عليك منه شي التمس فذهب ورجع قال لم أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فذهب ورجع قال ولا والله رسول الله ولا خاتما من حديد فقال صلى الله عليه وسلم كم معك من القرآن فقال الرجل معي صورة كذا وكذا يعددها فقال صلى الله عليه وسلم أتقرأهن عن ظهر قلب هو ده بقى الكلام وده فضل الحفظ عن ظهر قلب أقل حاجة بفضل الحفظ عن ظهر قلب بقى أقل فضل أقل فضل أنك لا تهين المصحف متحرك خلاص مش معاك المصحف إن المصحف طالما تحرك معاك لازم يبقى ليه احترامه زي بتحرك معاك والدتك مثلا انت خارج في الموسطات معاك والدتك خايف عددتك حد يلمسه خايف حد يزقها خايف إنها تتكعبل منك خايف إنها تهين حرمة حتى الناس كانت سميها زمان حرمة يقول لك خارج معا الحريم دلوقتي ما شاء الله بسيبها تخرج لوحدها ومرأة تخرج لوحدها ومش مشكلة كذلك معاك المصحف خلي بالك أوع يوهان معاك حرمة خلي بالك خارج بالمصحف خلي بالك يعني صح الوصف بعدك خلي بالك خلي بالك أوع تمسه من غير وضوء أوع تمسكه بيدك الشمال أوع يؤع منك أوع تحطه على الأرض وفي حديث وإن كان ضعيف أنا أبقى صلى الله عليه وسلم لأ وجد شيء من المصحف القرآن على الأرض قال من فعل هذا لعن الله من فعل هذا أوع تحطه على الأرض يعظم وإلا إقرأ من سرك اللي أنت حفظ حشان كده قال فضل الحفظ عن ظهر قلب فقال صلى الله عليه وسلم أتكرأهن عن ظهر قلب قلت نعم قال زوجتكها بما معك من القرآن لفضيلة هذا الفعل الشريف في الحديث الثاني أنه قلنا أما قال له عن واسلة حدثنا بحديثا لا تزيد فيه ولا تنقص قال كيف أحدثك حديثا لا أزيد فيه ولا أنقص وإن هذه المصاحف المعلقة لأن أزيد فيه ولا أنقص الحديث الثالث في تعظيم الورد المصحف في حديث رواه أبو نصر السيكزي في كتابه الإبانة قال مرفوعا للنبي عليه الصلاة قال القرآن أفضل من كل شيء دون الله القرآن أفضل من كل شيء دون الله يعني كل شيء تحت الله عز وجل أفضل منه كله القرآن وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فمن وقّر القرآن فقد وقّر الله ومن استخف بالقرآن فقد استخف بحق الله فمن وقّر القرآن فقد وقّر الله ومن استخف بالقرآن فقد استخف بحق الله ده حديث واضح صحيح لأن الشيخ أبو ناصر الاستجزي رحمه الله تعالى وإن كان هذا من الكتب التي شبه مفقودة لكنه مدون في كتب أخرى فقال أبو ناصر الاستجزي رحمه الله بعد رواية هذا الحديث بسنده قال وليس فيه في رجاله إلا ثقة المقبول وفي ترجمة أبو ناصر نفسه أنه كان من أئمة الحفاظ أهل الجرح والتعديل فما يقول وليس فيه إلا ثقة المقبول معناها أن رجال الإسناد كلهم ثقات القرآن أفضل من كل شيء دون الله وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فمن وقر القرآن فقد وقر الله ومن استخفى بالقرآن فقد استخفى بحق الله فأمور القرآن عندنا كبيرة 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 جدا نخلي بالك ونرجع تالي للتعظيم ونبين أن هذا طلبة العلم لازم نعلمهم ونقول لهم زي ما جوا عندنا مثلا في رسميات عندنا يعني مثلا في أي كلية في أي جامعة في أي مصلحة حكومية مكتب المدير تلاقيه لوحده فيه بواب قاعد على الباب ما يدخلش لما يستأذن في أي مصلحة كبيرة كبيرة أو صغيرة لازم يستأذن وبعد كده ما يدخلش لها بإذن وبروتوكولات تعظيم بيقول لها تعظيم كذلك دي لها تعظيم إيه المشكلة حاجات عندنا مشارة لها تعظيم لازم نخلي بالنا بالكلام ده وده كل اللي بيخوف إيه اللي احنا خوفنا اللي هو حديث حديث كسرة أما مزق الرسالة قال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملك بس هتقول لي احنا مش قصدين نعم هي تفلق في كده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيغفر وبيرحم لكن يحاسب خلي بالك يحاسب ما لناش أبدا حد من حفاظ القرآن اللي هم حافظين الحفظ القوي تلاقيه مهين المصح ربنا عشان يا ربنا يفتح عليه لازم يعظم عشان ربنا يفتح عليه بالقرآن لأن القرآن موهبة مش أي إنسان بيحفظه ممكن إنسان آه يبقى عالم بس مش حافظ القرآن تلاقي عالم مش حافظ القرآن ليه؟ لأن ما فيش تعظيم كامل قرآن موهبة أما ربنا عز وجل يهب يجعل العبد قلبه يتحمل القرآن موهبة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل القرآن أهل الله وخصته أهل القرآن أهل الله وخصته وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران فالماهر بالقرآن قال حافظ حفظ كما قال النووي يحفظ حفظا سهلا بلا تلعصم هذا مع الملائكة صفر كرام البررة بون ألفهم بأيدي صفر كرام البررة يعني يوم اليوم وفع ملايكة الله أكبر ما تتبع علي ما تتبع علي وما تجيشها بموهبة مش بالشطارة ولا بالقوة ممكن لسانيا يكتهد ولكنه مش معظم الحرمات أو يأكل حرام أو كده ينسى يحفظ وينسى يحفظ وينسى أو يحفظ ويشق عليه يشق عليه المراجعة يشق عليه المداومة يشق عليه المحافظة لكن أما ربنا يهب طبعا تقول لي مش كل حاجة القرآن وأهم حاجة العمل بالقرآن هذا من العمل الحفظ شيء من العمل أما الإنسان يعمل بالقرآن من دمج الحفظ العمل تقول لي المقصود أننا نحترم اللي جواه مش تعظيم حكاية أعظم ورق لا 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 كلام ده فلسفة كذابة الصح اللي تعظيم 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 القرآن تعظيم حرماته العمل به وتعظيم العمل به لأن الإنسان لو لو يعظم القرآن مش هيعمل به هل يعقل كده أما أقول لك مثلا بر والديك فتقول لي ماشا بر والديك فتيجي مثلا قدام والدك والدك داخل وانت رجل على رجل ورافع رجلك لفوق كده ومن جاله ورا فبقول لك والدك داخل يا أخي اتعدل تقول لي ليس البر بالشكليات إنما البر عمل قلبي وابتسامة وكلمة اللينة كل الناس ينكر عليك يبقى رجلك في وشه وتقول ليس البر بالشكليات هذا من البر اللي هو الأذب وتوقير والاحترام وخفض الصوت ولين الجناح وهكذا ده شيء من البر فكذلك في هذه الحرمات أن الإنسان أن الإنسان يحتلم الظاهر ويعمل بالباط ومش ممكن أبدا هو يهين الظاهر ويعمل بالباط هتلاقي ده غالب اللي احنا بلاقيهم لا يعكرون المصاحف ما يهتمش بالأمر الشرع أصلا ولا يقبله بعيد فأحنا بنحاول على قد استطاعتنا أننا نعظم هذا الشأن ونبينه للناس ونهتم به ونطبقه ونبين للناس الاحترام في هذه احترام بهذه الأشياء وأن نتركها خطير ربنا لا يغضب ربنا يغضب شوف النبع الصلام أما الرجل مزدق الرسالة قال مزدق الله كان ممكن النبع الصلام لا يقوله ذلك بل يدعو لها أو مثل ذلك وفاصل ونواصل إن شاء الله وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وقالي وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله سنعو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينا وبعض الحديث الرابع في تعظيم الحرمات وهو ما رواه مالك ونسائي وابن حبان وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر وقد تكلمت عن هذا الحديث من قبل وأضيفه شيئا بسيطا وهو مما أضيف ومما قلته أن هذا الحديث صحيح حتى لا يشكك البعض في صحته بل قال بعض أهل العلم أنه يكاد يبلغ حد التواطر والإمام مالك رواه ومتمسك به والإمام الصيوط في شرح الموطأ وغيره من الأئمة حتى كانوا يقولون عندما يسألون عن مسي المصحف لغير المتوضع يقول لا والله ولا حرف مش المصحف كمان ولا حرف من المصحف لا يجوز بهذا الحديث تقول لي دا المقصود يا مولانا لا يمسوه إلا المطهرون اللوح المحفوظ تقول دا الآية لكن هذا القرآن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعته في رسالة لمحمد بن عمر بن حزب فقال له لا يمس القرآن لطهر والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في البخاري حديث أبو هريرة عندما يقول أبو هريرة كنت جنوبا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاختنست منه فقال أين كنت؟ قلت كنت جنوبا فقال الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس فعندما يقول النبع صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس معناه النبع صلى الله عليه وسلم بيقرر المؤمن ما ينجس وما يقول للمؤمن لا يمثلنا القرآن إلى طاهر يبقى مقصود به بيكلم المؤمن يبقى لازم تكون طهارة حسية من الحدثين الأصغر والأكبر لأن النبع صلى الله عليه وسلم عارف المؤمن لا ينجس فبيكلم المؤمن لما ما يقوله ما تمسش لو أنت طاهر معناها الطهارة الحسية لأنه بصم يعلم أن الطهارة المعنوية موجودة في المؤمن المؤمن عموما لا ينقص حتى لو كان جنب لكن ما يقوله ما تمسش لو أنت طاهر معناها الطهارة أنت تكون متوضي وتكون متوضي وتكون مش جنب لازم تكون اللي يقرأ قرآن يكون متوضع مش اللي يقرأ قرآن اللي يمثل مصح أنت عايز تقرأ قرآن هناك حالان لقراءة القرآن إما أن تكون بالمصحف أو من غير المصحف لو من غير المصحف ما فيش إشكال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين برحتي طالما أنا مش جنب ممكن أقرأ من غير مصحف متوضع أو غير متوضع أما أمسك المصحف الشريف لازم أكون متوضع أتوضى الأول وأمسك المصحف الحديث ده صحيح وكاد يبلغ التواطر وقال بيه كثير من أهل العلم منتشر إحنا بس ما تهولنا بدأ يظهر فينا بعض الأقاويل اللي هي فيها بحاجة التخفيف يعني يقول لك خف عن الناس أنا مش أرحم من رب العالمين أنا أقول اللي قاله رب العالمين وسيد النبيين هو أرحم اللهم اللي قاله مش أنا أرحم من رب العالمين عشان أقول أخف عن الناس هو ربنا أخف في أصل عن الناس بس بيعلمنا الأدب ما فنطش عليها قراءة القرآن كل ساعة الساعة اللي أنا أقرأ فيها القرآن أستعد تقول لي يعني أنا كسلان أو أو حاجة زي كده خلاص اقرب نغير مصحف يا أخي تقول لي مش حافظ هيقرأ اللي أنت حافظه تقول لي عايز أقرب اللي قرأ الورد قم بتوضى انشأ قم بتوضى تقول لي مريض آه ولا على المريض حارك ولا على المريض حارك بس المريض برضو نقول له يعمل هاتعان دي تراب ويعمل كده اتيم المريض بش عادر يمس الماء زي الصلة احترام حرمة عبادة ونصوص نصوص نلتزم بيها عندنا نصوص تقول لي يا أخي ما تشدوش قوي أيوة نصوص عندكم بتشدو حاجات بحاجات بسيطة ينفع واحد ينفع واحد عسكري في الجيش يروح يقابل القائد من غير ما يلبس لبس الجيش مستحيل جريمة دي هنا قوانين هاته لازم يلبس يقفز نفسه قبل ما يروح يقابله والقائد عشان يقابل القائد بتاعه لازم يلبس وفي حاجة اسمها لبس فسحة ولبس شغل لبس الشغل المبرقعة جوه بيلبسه جوه برا يلبس الفسحة دولات طبعا ميلبسهش برا المهم يعني في قوانين هاته معروف قوانين بعددة قوانيننا قوانين هاته عند ربنا مش غريبة على الناس يعني ما نقولش بقى تشدد دي قوانين لازم في حاجات موجودة في القوانين الناس معروفة كده ما ينفعش ما ينفعش ييجي مثلا رئيس الوزراء يغير الوزراء من غير مرجع على الرئيس وطوله بلايش تشدد يا أخي شوف اللي تعبان يشيله ويجيب واحد غيره لا لازم يرجع على الرئيس الأول معروف كده وهكذا ما يجيش واحد كل واحد ليه سلطته فكذلك عندنا قوانيننا كده لازم المصحف هتقرأ كده كذلك المرأة الحقد والنفساء تقرأش ديسلش المصحف خالص ولا تقرأ القرآن أصلا لا من بوضوء ولا من غير وضوء المرأة الحقد والنفساء تقول لي دي طالبة يا أخي طالبة في الأظهر وعندها امتحان وما تشددش عليها وبلاش التشدد مش بلاش التشدد بلاش بلاش يعني دي بقولت ل之ечно كان دي قوانين وإحنا مش بأدينا إحنا مش بأدينا في حاجات مش بأدينا في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كانش بأدينا في حديث صيحة مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد أن يقتل الكلاب يقول خالد فقمنا نقتل فقمنا نقتل كل كلاب المدينة حتى كنا نقتل كلب المرية التي تأتي به من البداية يعني المرأة اللي معها كلب يكون نقتله ففيه مرأة قالت يا عبد الله أنا ليس عندي رجل وهذا الكلب يحميني من القادم فينبهني ويؤنسني فتركه لي فتركه خالد فزاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يحميها ربها اقتله الأوامر مفهاش كلام بحاجة نزلة من فوق احنا مش عرحة من رب العالمين احنا بنقول الأوامر وبرحتك بقى برحتك بس فعلا لو انت سمعت الكلام هتسريح هيفتح عليك بس ماشي الكلام بتبع العمر فيه ايه فيه شدة شوية وفيه خطر تخلي بالك يا أخي الله يكرمك كذلك الحائد والنفساء ليس لهم إلا شيء واحد فقط يذكران الله الحائد والنفساء الحائد والنفساء والجنوب ليس عندهم إلا ذكر الله عز وجل الحائد والنفساء والجنوب ما فيه شغل حالة واحدة بس ليس لهم شيء إلا ذكر الله إلا ذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وهكذا ودي صحوة كبيرة حتى في حديث إن نبي صلى الله عليه وسلم قال حديث رات المزي ألا أخبركم بخير أعمالكم وأسكاه عند مليككم وأرفع في درجاتكم وخير لكم من الفاق للزاهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتدربوا عنقاهم ودربوا عنقاكم قالوا بلى رسول الله قال ذكر الله بل في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث رسول الله صحيح قال صلى الله عليه وسلم من عاجز عن الليل أن يكابده ومن بخل بالمال أن ينفقه ومن جبن عن العدو أن يجاهده فليقل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله صحوة كبيرة جدا نعم القرآن أفضل ونحن حاجة وأعظم وأفضل من كل شيء دون الله لكن ليه حرمات ما تجيش ناحية المصحف قال لي ليه حرمات عايز تقرأ من غير مصحف ماشي لو أنت مش جنوب والمرأة مش حقظة النفساء أما إذا كان جنوب أو حقظة النفساء لا قراءة بالمصحف ولا بغير المصحف قال يعمل إيه يذكر الله على كل حالة في الحديث كده كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يعني إنسان جنوب غير جنوب متوضي غير متوضي يذكر الله ليه؟ ليش معنى دي بالذات؟ ما قلناش ناحية بكل متوضي لأن الإنسان لا يستطيع إذا ما قلت لك في درس الزكر الأولاني لا يستطيع جسده ولا رأسه ولا مخه ولا قلبه أن يسير إلا بذكر الله عز وجل الدنيا كلها ماشية بالذكر تقول لي يا مولانا ده في ناس كفار ومشيين بينقص يتخبط الكافر من غير ذكره ليه يتخبط كل أموره تخبط عندما يريد الله الله الخير ينقزه فينتبه ويذكر الله ويسلم لكن كده الأمور كلها متخبطة يعني ما شاء الله مثلا كنا من قيمة مثلا عشرين سنة كنا نقول إيه الغرب تقدم الغرب تقدم الغرب في التكنولوجيا ما شاء الله في التقنية الحديثة ده طلعوا الأمر لنزلوا الأرض ده اخترقوا البحار ووصلوا الأرض وبعدين فجأنا بعد عشرين سنة لأن الإسلام عندهم يوميا إيه ليه إيه ملك تخلوا الإسلام ليه الإسلام ضعيف الإسلام أهله أهله فقراء لا لا لأننا راح بالإسلام راحة الصاد إيه مادة وما فيش راحة مادة وطيب ينتحر راجل ملياردير وينتحر احنا عندنا راجل تكون نتابه ربعمائة جنة وسعيد بيتحك ما شاء الله بيصلي يروح يصلي في المسجد الصلاة الخمسة وعايش على قده ومشي يوم زيادة ويوم نقصان ويقول لك أنا سعيد ويا بردير دخلنا الجن التاني بقى ملياردير وتليه بتعقد مخنوق يقول أنا مخنوق أنا مخنوق تعبنا وعشكالي يوميا ما شاء الله في ألمانيا قريب جايبين فجراء دعملين مظاهرة إيه ما زعلين ليه قالوا الإسلام بيزيد عندنا البلد كلها مسلمة لازل توقف الحكاية دي بيزيد ليه لقد الرحة عندنا الله أكبر فروح وريحان وجنة نعيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر صبح تنفسه من سيحبس نوره قارني يدا سدت علينا لمشرق هاتلي إيد قالت مش هنخلي الإسلام يزق شوف الحرب ليل ونهار والتاني أسلم قال له أسلمت ليه وانت الإسلام ضعيف قال وجدت هذا الدين يحارب حتى من أهله وما زال صامدا الله أكبر والله إحنا من الزاد إيمان إحنا نفسنا كمسلمين من الزاد إيمان بفضل الله كل ساعة زي ما قلت لك في قصة كسرة من الزاد إيمان بيكلمون الله أكبر أما يقول إن ربي قد قتل أربكم الليلة ويروح يروح ويلقى إبازان يلاقى شايروية أتلبوه وقول أنا الملك ليه ويرجع اسمعوا ليه بالطاعة كلهم دخلوا بالإسلام ورحوا للنبي عليه الصلاة من المدينة من هوانا وأسلامه ويسابه فرصة خالص والنبي عليه الصلاة قال كده إذا هلك كسرة فلا كسرة بعد وإذا هلك كيصر فلا كيصرة بعد والذي نفس بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وحصل فعلا وقال لعدي بن حاتم ستلبس تاجة كسرة قلت يا رسول الله تاجة كسرة بن هرمز قال نعم تاجة كسرة بن هرمز قال له نعم وجي أيام عمر الخطاب وعمر فتح ما شاء الله فتح ونايم في المسجد كده كان بنام في المسجد عمر نايم في المسجد نايم في المسجد على النعلين حطت الجزمة بتاعته أو الشفشب هو المخدة فنايم في المسجد رضي الله عنه وأرضاه وفجئ العيال الزغيرة بتهيص فصح ايه يا ولد في ايه لا جايبين رجل كبير لابستك دهب ومسكينه الصحابة فقال له هرمزان قاله نعم قال الله أكبر الله أكبر كنا ونحن وأنتم في الجاهلية على سواء أما إذ أكرمنا الله بالإسلام فقد أذلكم الله فقال تعالى تعالى وقعد له هرمزان وجايبين له هرمزان رئيس الفرس جايبينه أسرينه أسرينه الصحابة وصلوه لعمر وكانش عنده وصل الصلاة فوق إنه هو في المسجد والله عمزان عمل قصة كده وكان زاكي جدا يعني قال له أنا عايز أشرب عطسان جابوله الميا فقعد يدي تطريعش قال له اشرب قال أنا أنا خايف خايف من إيه خايف تقتلني طب عايز إيه قال له أمنني حتى أشرب فجيه قال له هتدوك الأمن حتى أشرب فسكى بالماء قال والله لا تخدعني إما أن تسلم وإما أن أضرب عنقك فأسلم وهكذا والولد ما قتل أبوه أبوه كان حبي يخدعه لأنه حسن الولد عايز يقتله فوضع في علبة صغيرة شيء مكتوب عليه هذا يزيد الباه والجماعة فابنه شربه فقتل بعد أبيه طب لمسك مين لمسك مين ملقوش حد غير البنت كانش فيه راجل الولد قتل أخواته وقتل أبوه وأبوه قتلوا بعد ما مات فمسكوا البنت فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو الحديث بقى المشهور المعروف اللي هو عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل وبعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرة فقال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم وأقول له أنت أن رشحك رئيس جمهورية ما جيبش مثلا رجل مثلا يكون عامل نظافة وأقول له أن خليك أنت وزير الصحة ما ينفعش كل واحد ليه حكته بس مش بنقلب نموت المرأة لا والله نحن نفسي بنديها اللي الشرع ودهولها هي ما بتطلع برا وتشغل الحاجات بتتعب بتنهار أعصابها ما تستحملش المرأة أما نقول له يعني على رأي الشيخي شخص الله يرحمه كان يقول إيه طيب يا ريت إحنا يقولوا لنا وقرنا في بيوتكم وقروا في بيوتكم كنا قعدنا نعبد ربنا في البيوت كانوا زمان بيقولوا كده أما كان يحصل فتن يقولوا هذا زمن البيوت هذا زمن البيوت والقنع بالقوت والقنع بالقوت حتى تموت هذا زمن المصباح وغرفة تسفوها الرياح لا صخب فيها ولا صياح حتى ترتاح عادي تربون بكرمها أما أوليها أنت حضرتك حتى ما يكون مثلا إنسان شخصية كبيرة فعايز مصالح عايز يطلع مثلا إيه يطيحك وقال لها حضرتك ساعدتك تفضل السريح لو عايز خبزة نجيبلك لو عايز لحمة نجيبلك لو عايز خضرةء نجيبلك لو عايز ملابس نجيبلك لو عايز عيالك نودي المدرسة نودهم لك لو عايز نجيبلك آه كل ما بتكبر الشخصية كل ما كسرت المعاونين ليه بيزيدو فالمرتة significa عودي بيتك عن جيبلك الطعام عن جيبلك الشراب عن جيبلك الملبس عن ودي عيالك المدرسة عن جيب لك المنافع البيت ده تكريم لما تيجي تخرج زي الريص لو المرأة الواحد مش متنبيه يقولها طب مع السلام يلا 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 راح باي 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 لكن لو لا لا استنى استنى لو أمه أنا راح أوصلك يا أمي أنا هجيب لك سيارة أنا معيش فاق معيش أنا هشوف مواصلات بالسريحة عشان أوصلك لو أنا مش فاضي يا ابني ودي جدتك تكريم أخذ بالك الحديث الخامس في تعظيم الحرمات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفقوا معه عليه الصلاة والسلام على كان اليهود بينهم مشكلة في حكاية الرجل امرأة ورجل زنة زنية أيام اليهود فقالوا نتحاكم لنبع الصلاة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل نجعلنا منكم شرعة ومنهاجة فقلوا وقالوا له احكم مننا قال ما تجدون ما تجدون حكم الزاني والزانية في كتبكم ايه الزاني والزانية بايه في الطورة ربنا قال كده قل فأتوا بالطورة فاتلوها أن كنتم صادقين فقالوا نحممهما نحممهما ونحملهما على حمار ويطاف بهما بالعشائر ويدرب بالجريد والنعال فالنبع الصلاة قال قل فأتوا بالطورة تبعتوا الطورة إن كنتم صادقين فجابوا الطورة وقد وضعوا للنبي صلى الله عليه وسادة يعني ما خد يجلس عليه فبما جاءت الطورة شوف النبي صلى الله عليه حتى في الطورة الله أكبر اللهم يصلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبريل منك أحمد المجيد الله مبارك على محمد وعلى محمد كبركت على إبريل منك أحمد المجيد قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قام صلى الله عليه وسادة ووضع عليها الطورة وجلسه على الأرض حجيس السنن أبو داود وحسنه الألباني قام صلى الله عليه وسادة ووضع التورات على الوسادة وقال آمنت بك وبمن خلقك ثم قال اطلوا الطورة قل له يرفع يده يا رسول الله فرفع يده فإذا فيها آية الرجل فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم فالشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم كل كتب الله مش القرآن بس لكن القرآن أكثر تعظيما وأفضل كتاب أنزل الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وأن يجعلنا ممن يعظمنا الحرمات وأن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يزقنا عافية الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا الزنوبة تحل النقم واغفر لنا الزنوبة تغير النعم واغفر لنا الزنوبة تلس الندم واغفر لنا الزنوبة تهتك العصم واغفر لنا الزنوبة تحبس القسم واغفر لنا الزنوبة تنزل البلاء واغفر لنا الزنوبة تدير الأعداء واغفر لنا الزنوبة تقطع الرجاء واغفر لنا الزنوبة تمنع غير السماء واغفر لنا الزنوبة تكشف الغطاء اللهم اغضي حاجتنا واسر أمرنا وفرج قرابنا وحزن علينا ربنا اللهم ارفع البلاء عن أمتنا اللهم ارفع البلاء عن أمتنا اللهم اشفي اشفينا واشفي مرضانا وأحبابنا يا رب العالمين واحفظ لنا ولهم النعم اللهم اثبتنا على الحق حتى نلقاك اللهم اثبتنا على الحق حتى نلقاك اللهم اثبتنا على الحق حتى نلقاك اللهم صلي وسلم وبرك على الرحمة المهدى والنعمة المزدى نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى ورسول المجتبة والحبيب المرتضى وعلى ألوى الصحابين وصبيح الهدى وبدر الدرجة والتبعين بإحسان اليوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول هذا القول وأستغفر الله لولكم الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله لا بالفضاء لذكرها وبفضلها شكرا